أعلن وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد ميليباند يتهو خوض السباق الزعامة لحزب العمال بهذا أصبح ميليباند أول من رشح نفسه رسميا لرئاسة الحزب بعد استقالة رئيس الوزراء السابق جوردون براون من زعامة الحزب إثر الخسارة التي يموني بها الحزب في الانتخابات التي جرت الخميس الماضي خسر العمال الرهانة الانتخابية ورحلوا من مقر رئاسة الحكومة البريطانية بعد 13 عاما قضوها هناك وترجل زعيمهم رئيس الوزراء السابق جوردون براون عن زعامة الحزب خطوة طبيعية في سياق الديمقراطية البريطانية العريقة وبات بعدها على الحزب أن يجد زعيما يداوي جراح الخسارة وينظم صفوفه استعدادا لمعركة انتخابية تالية عاجلا أو آجلا يعتمد هذا على أداء الائتلاف الحكومي وقد كان وزير الخارجية السابق ديفيد ميليباند أول المتقدمين لمنصب الزعيم أتقدم للزعامة لأنني أؤمن بقدرتي على قيادة حزب العمال لإعادة بناء أنفسهم كأبطال عظماء للإصلاح والتغيير الاجتماعي والاقتصادي في هذه البلاد ديفيد ميليباند عمره 44 عاما وهو ابن أسرة بولندية يهودية هاجرت إلى بريطانيا أثناء الحرب العالمية الثانية هربا من الطهاد النازيين وقد يتحول ترشحه لزعامة العمال إلى مواجهة عائلية إذ أن أخاه الأصغر والوزير السابق أد ميليباند مرشح محتمل في السباق ذاته وقائمة الاحتمالات تضم كذلك مرشحين آخرين من أبرزهم الوزيران السابقان أد بولز وأندي بيرنم إضافة إلى جون كرودس القيادي البارز في الحزب فمن هو إذن الزعيم المقبل للعمال الإجابة الأكيدة تبقى في رحم الأيام والأسابيع المقبلة وصولا إلى المؤتمر السنوي للحزب شهر سبتمبر أيلول المقبل لكن توقعات الكثيرين من الخبراء تشير إلى أن ديفيد ميليباند هو المرشح الأوفر حظا في سباق زعامة حزب العمال أسد الله الصاوي بي بي سي ترجمة نانسي قنقر